هم الدوافع اللي تخلي نادي الأهلي يلعب هذه المباراة بشكل جيد يا سوز محمول؟ لا دوافع كتير جداً يعني أنا عاوز أقول أممكن لعب تلاقي اللي أبدو أنه هم يكون عندهم وعب أنه آخر نهاية جماعة الأهلي وإزا ما لك كانت النتيجة 2-1 رغم أنك أنت قدمت يعني شوت مختلف في شوت تاني فرغم ظروف يعني الفريق اتعرض فيها اللي هذا مع تغيير جهاز فني وعودة واختيار وعدم استقرار فأنت ده عندك دوافع وده المنافس التقليدي بالنسبة لك على المستوى على الصعيد المحلي دي حاجة برضو البطولة رغم أنه ترتيبها يعني جاي في ظروف مختلف وإنها كانت بطولة الموسم الماضي فبرضو دي خلي بالك برضو دي تعمل تأثير الفوز بيها بيديك دافع كمان وحافظ قبل كمان بدأ أرعد كمان دور التمانية الدوري أبطال أفريقا لا تم يعني ناس كلها ترقبها تشوف الأهلي هيجي مين في مجهته بعد تأهل التمن أن دير تأهلوا ما بين الأول بالتاني مباراة كمان هيكون بالنسبة لحسابات ندلل ويعتقدوا أنه كلها والجهاز المعون بتاعه برضو رصدين وشايفين طبعا زمالك النهاردة عنده عشر صفقات جداد عنده كمان موديب فني عاوز يثبت برضو تواجده على الصعيد المحلي هيبع عنده كمان دوافع مختلفة عندك أقصر من عنصر خبرة انضامة أقصر من عنصر من عناصر الشباب فرت النادي الآلي برضو يمكن تعرضت برضو لخسارة مثلا الدور الأفريقي وخسارة برضو كاس السوبر الأفريقي لشكل موديل الحاجات دي برضو في حسابات الموجودة لكن في نفس الوقت فوز مهم جدا في السوبر الرباعي بشكل جديد وعملت مباراة أكثر من رائح خاصة المباراة النهائية فطبعا في ظل استمرار سلسلة التفوق وعودة الهدوء للفريق بعد هزة بسيطة يمكن مرت في الفترة البداية لكن أعتقد أنه مواجهة زمالك والفوز على زمالك بيبقى ليه شكل مختلف وطعم معنى كمين عنده جماهير الآلي المترقبة وتنتظر الحدث وشايفة أن مباراة هيكون فيها كاسية من الإصارة مباراة تحتاج إلى مزيد من الجهد التفاصيل الكتير صغيرة ممكن تحسمها الصحية السقة والهدوء والاستقرار وتقليل الأخطاء واللعب على أخطاء المنافس كل الأمور دي بتخلي برضو لأن كمان إنك أنت تفوز ببطولة الكاس والدفل بطولة واللقب 39 ده في حد ذاته على حساب المنافس بتاعك كمان خسرت معاجع ضد وخسرت من المسم الماضي أو اللقب لي البطولة 2-1 قيادة الكابتن سامي مصال لا شك إنه برضو الحاجات دي برضو كلها بتتحطي في الحسبان كابتن وتبقى شيء مهم وأعتقد إنه قراءة التاريخ بصورة جيدة جدا بيخليك من التاريخ إنك أنت تتفكر بقى في المستقبل ويبقى حساباتك مختلفة مواجهة صعبة مواجهة لا يستطيع أحد إنه يتنبأ من نتيجتها لكن أنا أقول لك الأكثر هدوة الأكثر خبرة الأقل أخطاء الأكثر استفادة على من الفرص اللي هاتلح له هيكون هو الأقرب لحسب المباراة إن شاء الله بيزيناتها